تعالى اقول لك قوامة النادي الاهلي للمواجهة المقال العرب فيها مين فيها في حراسة المرمى مصطفى شبير ومصطفى مخلوف وزنفالي طبعا شناوي بيرايح في خط الدفاع ياسر ابراهيم وكريم فؤاد ومحمد هاني وخايد عبد الفتاح ورامر ربيع وعمر كمال عبد الواحد وإحمد عبدين وعبد المنعين بيرايح في خط الوسط حسين الشحات وإمام عشور ومحمد مجدي أفشا وريضا سليم ومران عطية وكريم ندفد وأحمد عي أحمد عبدالقادر وأكرم توفيق وبيرسي تاوى في الهجوم وسام أبو علي بيرسي تاوى في القيامة عشان الناس الكتير لك بتقول لك فيها عزمات ومشاكل أبرز الغيابات عبد المنعم والشناوي راح من جانب مارسي كولر كهرباء بسبب معانايته من نازلة بغداء هي لك على قصة كهرباء دي بشوية وعلي معلول وعمر السلاء ومحمود متولي وطير محمد طاهر بسبب الإصابة طيب أحكي لك أنا قصة كهرباء كهرباء بقالوا يومين مش في التدريبات أيوة بقالوا يومين مش في التدريبات الأهلي واخد إذن من النادي الأهلي بحسب مصدر مقرب من كهرباء من كهرباء مش من النادي الأهلي إنه كهرباء واخد إذن من النادي الأهلي عشان عنده برد عنده برد معلوماتنا أنه العلاقة ما بين كهرباء ومرسل كرام ما بقتش في أحسن الأحوال حالة ما بقتش عظيمة حالة مش جيدة وكهرباء فعليا يبحث عروض احتراف في الخليج عنده عرض شفهي في الدولة السعودي الأمور المالية مش عاجبة كهرباء الجديد الجديد أن كهرباء عنده عرض ما زال شفهيا من نادي في قطر من نادي في قطر توقعي أن كهرباء مش موجود مع النادي الأهلي الموسم اللي جاي توقعي إيه اللي هيحسن الأهلي اللي جاي الله أعلم بس الراجل واخد قراره بالرحيل ووضح أنه العلاقة ما بينه وما بين مرسل كرام الآن مش في أفضل الأحوال نصيحتي كهرباء ما بيعرفش يقعد عدك وده خطأ تاريخي عنده كهرباء كهرباء بيأكل نفسه لو قعد عدك بيأكل نفسه مش شرط يكون عامل أزمات بس بيأكل نفسه لو أنا من كهرباء لو أنا كريم بلعب مكان كهرباء ونجم وكت عامل موسم رائع الموسم الماضي مع النادي الأهلي أصبر لحد ما أخد الفرصة بس لما أخد الفرصة أمسك فيها وأبقى جاهز ليها مش أنزل ألعب وأنا زهقان وأنا متدايق وأنا مش جاهز وأنت كده عملك ما أتفضل مسبت رجلك في الملعب فما تلومش على حد إلا نفسك نفسك